قصتنا تقول كان فيه إحدى الغبائل اللي تسكن شبه الجزيرة العربية الغبائل الرحل وتعرفون الغبائل الرحل يعيشون بخيام يسكنون بخيام وعايشين على الرأي كان فيه غبيلة ساكنة شبه الجزيرة العربية والغبيلة هذه عليها شيخ والشيخ هذا رجل يعني ونعم شجاعة وكرم واحترام وحكمة وأخلاق لدرجة أنه أفراد الغبيلة إذا صارت عندهم مشكلة يروحون ويحلهم مشاكلهم الشيخ هذا خلفته بنات ما عنده إلا ولد واحد وعمره خمستعش سنة بيوم من الأيام الشيخ هذا أنه مرض وتعبت صحته ولكن المرض هذا مو مثل أي مرض هذا مرض الموت الرجل يحتضر يعني الشيخ هذا ما بينه وبين الموت إلا مسألة وقت فانتشر الخبر بين أعضاء الغبيلة وبما أن الشيخ ما عنده عيال ما عنده إلا ولد عمره خمستعش سنة وهذا يعني مو مؤهل أنه يصير شيخ دوة صغير فبدت تنشب صراعات بين أعضاء الغبيلة كل واحد يقول أنا صغير شيخ لا والله أنا صغير شيخ كل رجل هاقي بنفسه وكل واحد حس أنه هو الكفو أنه يخلف الشيخ فانشبت صراعات بين أعضاء الغبيلة وكل واحد مرشح نفسه للشيخة سحب معاه مجموعة مجموعة من مناصرين ومساندين فهذا سحب شوية وهذا سحب شوية وهذاك سحب شوية فتكلم واحد من أهل العقل من أعضاء الغبيلة قال يا جماعة لا تفرقونا لا تفرقونا كل واحد رشح نفسه للشيخة وسحب معاه مجموعة رح نصير أغليات ونصير عرضة للنهب والصرقة لا تضعفونا خلونا مجموعة قال أنا طيب شنو الحل اشتبينا نسوي عندك أربع خمس رجال كل واحد مرشح نفسه للشيخة كل واحد يقول أنا الأكفة قال الحل أن هذول اللي مرشحين نفسهم يروحون للحلال الحلال يفصل بينهم الحلال هذا رجل أيام البادية يحل مشاكل الناس يفض الصراعات اللي تصير بين المتخاصمين وكان رجل ذكي وفطن وحكيم يعني نفس الغاضي نفس مهنة الغاضي فالناس تتوجه له إذا صارت فيه مشكلة أو نزاعات قالهم ما عندكم اللي تروحون للحلال فوافقوا أربع رجال اللي مرشحين نفسهم قالوا خلاص بكرة الصبح نروح للحلال ويوم طلع الصبح جهزوا متاعهم وركبوا على النياغ يبقوا يروحون للحلال فكان متواجد والد الشيخ هذا الولد اللي عمره حمستعج سنة ويتعلق فيهم خذوني معاكم خذوني معاكم المهم قالوا يلا تعال مش وراحوا الأربع رجال اللي مرشحين نفسهم للشيخة ومعاهم والد الشيخ فمشوا شقوا طريقهم بالسحرة متوجهين إلى الحلال وبعد مسافة طويلة وصلوا إلى مجموعة خيامه وبيوت شعر يوم وصلوا عندهم قالوا وين بيت الحلال قالوا لهم الناس هذاك بيت الحلال فاتوجهوا البيت الحلال يدخلوا عنده السلام عليكم عليكم السلام قعدوا عنده طبعا والد الشيخ ما دخل معهم والد الشيخ ولد صغير قاعد يلعب برا عند الحلال وشذي يعني فقعدهم الحلال عنده بالمجلس وضيفهم وأكرامهم ومن هالكلام إلى أن أتم ضيافتهم فقال ش عندكم في حاجة لكم أقضيها عندكم مشكلة عندكم شيء قالوا وي والله حنا سالفتنا كذا وكذا 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 وإحنا الأربعة اختلفنا على الشيخة وما ندري منه الأكفع فينا اللي يستاهل أنه يكون شيخ القبيلة فقالوا لنا الناس روحوا للحلال وإحنا توجهنا لك عشان تفصل بيننا قال طيب طيب ما في مشكلة ما في شيء ما ينحل فالحين الحلال يبي يختبر الأربع رجال يبي يشوف منه الأكفع فيهم أنه يكون شيخ فقال للقهوتي اللي عنده قال قم صب للأربع رجال القهوة قام القهوتي وصب لهم القهوة قال الحلال أبيك ترجع لي الفنجان فاضي بشرط أنك ما تشربه فهم احتاروا شلون أرجع الفنجان فاضي بشرط أني ما أشربه ما يصير أني أكبه عادات وتغاليد العرب قبل اللي يكب فنجان القهوة هذي ينذبح عليها فمستحيل أنهم راح يكبونه قالوا ما يصير يعني ما يصير أرجع لي الفنجان فاضي بشرط أني ما أشربه احتاروا بالسؤال فقال لهم الحلال الثانية الثانية بيكم تقولون لي شنو الفرق بين راس المال والخسارة والمكسب فقعدوا يتلفتون البعض واحد قال الخسارة أن نكتد الشيب تجارة وتخسر الثاني قال المكسب أن نكتد الشيب تجارة وتربح أما الثالث قال راس المال أنك تد الشيب تجارة ولا تخسر ولا تربح تسلم على راس مالك فعرف الحلال أنهم مفاهمين السؤال عطاهم السؤال الثالث قال بيكم تقولون لي شنو قبل أمس وأمس واليوم فقعدوا يتلفتون البعض شاء الأسئلة الغريبة شفي الحلال أسئلة غريبة ولا إحنا فاهمين تلفتوا تلفتوا حاولوا مني منك ما حد عنده حل قال طيب بس خلاص وين والد الشيخ مو جاي معاكم والد الشيخ قالوا إلا هذا هو يلعب بره قال نادولي والد الشيخ يوم جاء والد الشيخ قال تعال قاعد عندي قاعد عنده والد الشيخ فقال للقهوتي صب للولد هذا قهوة صب له فنجان وحطه جدامه قال له يا ولدي أبيك ترجع لي هالفنجان فاضي بشرط منك ما تشرب منه قال الولد أبشر يا عمي الولد لابس شماغ على راسه فسحب طرف الشماغ وغطسه داخل الفنجان فالشماغ شرب القهوة اللي بالفنجان ونسف الشماغ فوق راسه وعطى الحلال فنجانه قال الفنجانك فاضي وقهوتك على راسي قال له الحلال كفو أشهد بالله أنك تفهم صحيح قال له الثانية يا ولدي أبيك تعطيني الفرق بين راس المال والخسارة والمكسب قال الولد راس المال إذا طلعت مثل أبوك والخسارة إذا طلعت أغل من أبوك والمكسب لا والله إذا صرت أطيب من أبوك كان يقول له الحلال كفو 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 وستين كفو قال له الثالثة الثالثة أبيك تقول لي شنو قبل أمس وأمس واليوم قال الولد قبل أمس يعني جدي وأمس يعني أبوي واليوم لا والله أنا وهذا زماني قال له الحلال وأنا أشهد لك أن هذا زمانك وأنت الكفو اللي تستحق الشيخة كان يلتفت للرجال الأربعة قال لهم الشيخة ذكاء الشيخة فطنة الشيخة حكمة الشيخة تيجي بالإنسان عرج مو كل من هبوا دب قال لك أنا شيخ يلا يلا قوموا قوموا شيلوا شيخكم وتوكلوا على الله على ديرتكم وفعلا نصبه والولد هذا الصغير شيخة لأن الشيخة عرج بالإنسان مو إدعاءات ترجمة نانسي قنقر